ميناس ميناس سروت وهي عندها صفحة مهمة جدا بلوجر يعني للأكل وكده فهتعلمنا طريقة عمل ستيك وهتعملينا ماكرونة من اللي بحبه ومموت فيها الوايت سوس وعملينا حاجة حلوة اسمها ايه؟ تشورس 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 ميناس يا سهيد ميناس زاكي ميناس الحمد للإيه زايا حضرت يعني ايه ميناس؟ تانكيو يعني واجهة من أوجه القمر أو إلى الخير عند الأغريق لا 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 تحترام جامل جدا تانكيو ربنا يخليك ميناس هتحب تبتدي مقاديرك بقى؟ هنبتدي نتكلم عن الستيكي الأول ده بالصاص المشروم والدمجلاس اوكي هنبقى هول الستيكي احنا بنتابله في ميت بصل بس وفلفل اسود او ده انتي بتابلاء قراتي؟ او انا متابلاء في ناس بتستغنى عن الميت البصل بس انا بحبها بتدي تيست لطيف وهي عندنا في فلفل اسود وروزميري وطوم بس يبقى وده ايه؟ ده لبن اوكي يلا؟ اوكي عايزة شوك وعايزة هوم اوكي بالتابلاء دي ايه؟ والمودة دي يعني يفضل يتابل من بليل كل ما قاعد في التابلاء كل ما كان احضر يبقى أحضر كل ما كان احضر يبقى أحضر اوكي استوي على طول وطعم يبقى أحضر بالزبط لو عايزة جوانتيات انا بحضر وهل هو لازم يبقى كبير كده انت اصدر القطع كبير؟ هو في ناس بتحبوه كده هو ده المفروض ان هو بيبقى كبير بيبقى ألطف وهلا حسب يعني هو ده مثلا دي تقريبا البيس متنجرون او يعني اتنين يكفي اتنين شخصين او مثلا بيأكلوا مع بعض وهنحط هي النور هادية اوه هنحط الزبدة وهنحط معيها الفرش روزميري احلى حاجة ان الفرش روزميري بديلها طعام حلوه او بالزبط هي بنبعدها عنها شوية بحسن الستيكي بقى بيتشوي في نفس الوقت الفرش روزميري مع التوابق يعني مع الزبدة بتنزل عليها فبتديلها تيستة حل وهنحط في فص ستون بس صحيح هنا قلت لك انا البتائه اكي تانكيو زبطتها لكي تمام احنا على مدى يبتدي يهدى كده مع نفسه ممكن نعمل السوس بتاع الباستا الباستا معكي اوكي سوس الباستا عبارة عن ايه؟ هنحط الاول اوكي فرش ماشروم انا جبلك البتاع لو انتي عايزة حين او انا عايزة عايزة شوكا انا عايزة شوكا انا عايزة شوكا بقى ام هنحط مكعبين زبطت اوكي انتي بلوجر اكل صح؟ لا مش اكل هو انا عندي بعمل كذا حاجة مالي يعني بحب بقى تدي التابس كده بس في بنات كتير ممكن تبعطلي مشاكل او حاجات كده بس بحب ان انا تنترتين بيبل ان انا احط مثلا ريسابي انا اكتر الحاجات اللي انا بحبها جدا هي من ضمنها المطبخ انتي دارسة ايه اصلا؟ بزنس ادنستوريشن وعلى صفحتك ايه نواية المشاكل بيجيلك اه مشاكل عمتا زوجية مشاكل الناس مثلا اصحاب مع بعض كل انواع المشاكل يعني مشاكل زوجية انا اجيلك اقولك ايه فتقوليلي ايه انا مش قادرة اسيبوه مثلا فيبتدي الناس تقول لها بتاعيتهم اه زي كونفاشن يعني بزبط انت بتعملي بتفتح الحوار بينها وبين ناس المحسنية تتعلم من الاخرين او ده ازلواع من دوم رأي او خبرة يعني بزبط واضحة اوكي فهمت مع الفكرة برضو دي من ضمن حاجاتها سهيرة اللي رايجة جدا لفترة هيا ناس بتحب تتكلم بس الناس بتحب تتكلم مع بعض وهي مش عارفة بعض افضل بتكلم جدا وبتصارح بعض انا بلاحظ انهم كمان بيقولوا البعض انا اكتشفت ان احنا لما بنبقاش عارفين بعض بالظبط بيبقى ساين الكممينيكيشن انا اكتشفت عن عيوب ايه انا جوزي مثلا بيقولي اوازيس دي حد ممكن ان هو يكلم حد هو ميارفوش وحكيلي وحكيلي بيبقى اسهر انا بعتقد ان انا اسهر بالظبط انا بعتقد ان انا اسهر هو بيبقى شايف ان الحد ده مثلا مش هيبقى مسك عليه حاجة مش هيفضحه ومصطف ده طايما الناس اللي بتبعت الحاجات دي بتبعت من الحاجة اسمها لينك صراحة فقردي ما حدش بيبقى عارفها حدش عارفها وهتسمع عرق ناس كتير ده ايه لينك على ايه لينك كده بيبقى بتبعت اسمه صراحة يعني مش عالة بيبقى على الانستجرام على الفيسبوك بتتحط المشكلة وبيبقى بتبلينا احنا بقى هنا بيجيل ده بقى بيعم الحاجات عجيبة صراحة ولينك براحة وعايشين حياتكوا لفل الوحش انا ساعات استغرب الوحش ده احنا ما عندناش اي اي لفل اصمت ايوه الناس بتلاقي منين وقت يدخلوا ويعملوا كده ويتفرجوا ويتشايروا ايه رأيك ايه صعبة جدا لينك هنحط التوم دلوقتي هنبتدي نحط التوم ونقلب اول اما نشم ريحة التوم يعني اول اما نشم ريحة التوم عشان ما يتحريش نحطت مكعب يا بنتي واتخلوا لينا مخطيت انا خطيت اتنين كوني كريمة كوني بخيلة في الاكل امحطوا هيك كمين كوني بخيلة في الجمون فقط بزبط خلونا ناكل انتي من لحظة انتي من الجوية عندك ولاد؟ انا عندي باسم تمام سنين وتاري شهر درسال الله هم العائلتي بيتجوزوا انت وبيخليف انت وشكلها عايز صغير انا انا اتجوزت لين وعشرين سنة انتي جميلة ام الاثنين هحط الدقيق بس دلوقتي طب وما بتشتغليش ما بتعميش حاجة تانية غير الصفحة بتاعة لا اشتغنت بشتغل كنت بشتغل بس وقفت بس انت دلوقتي ام وزوجة مهديش شغلانات يا جماعة ايوه طبعا على شغلها انا وقت ما وقفت شغلي يعني شغلها الشخصي على وقت ما وقفت شغلي كمساب الكورونا بسبب ان اولادي والدنيا دي كلها مكنش عارفين نعمل فيهم حاجة فعشان كده وقتا وقفت انا راض على انت كده حطيتي خلاص الـ الدييه خلاص منحنه او احنا بعد كده هنحط بقى الكريمة وانا كل ده انا كده متابعة حير ومش هايزين نحط سامنا لا بس يا النار هدي قوي انا دي اعلى حاجة عندنا معناش احنا بنعتزف احنا متعمدين النار الهدي عشان صحياً النار تبهد. اه يعني احنا صغيرة معلمانة هنا. ايه. ان كل حاجة اه صحتي فاحنا خطة النار مزبطة. ميشي بس هي كده يعني هاتتسلق. مشيها كده. مشيها تعالي نحط زبدة. اه. نخلص. عايز ايه تاني. لا انت حطت كريمة. حطيت كريمة. اوكي. وحطيت دلوقتي حط اللبن. حلوة. قد ايه بقى لبن? مفروض على كل كوباية دقيق. اه صحي كل معلقة دقيق بنحط كوباية لبن. اوكي. فانا حطيت هنا معلقتين ونص. احنا مخطمش لسه ملح ولا ماجي. لأ خالص انا مبحطش ملح يجوه لي خالص بحط المرأة. اه حطي بقى المرأة. مع حاضر. عشان نلحق نعمل حلو. حيلا. طب انا كده تمام? انا كده انت مبتطة مني? اه طبعا انت اسلام ايه لك شكرا. هنحط زبدة تاني. اوكي. و ايه تاني? وراها على طول. اه ماشي. اوكي. هنحط الزبدة. اوكي. وبعد كده هنحط اه فلفل اسو. لأ قبلة سلك. هنحط الماشرون. الماشرون. اوكي. مشان بس ما يتحرق. بس مش كله مش كله. اوكي. تمام? وبعد كده هنحط بقى فلفل اسوة حد. هنحط في اهي الكريم هنحط عليها معلقة من صاصل دمجلاس. عايزين بس مالة. اوكي. اوكي وبعدين? اه اوكي. اوهي. عايزين. او بني ولا تبقى ولا فتحة قوي بنا وسطر ما بواصل ببنت الطبق بتاحها بس كده اكتهدت على قد ما قدرت